دعونا للإستفتاء أسباب كثرة الإصابات في الدوري السعودي قالوا ضعف الإعداد البدن 42% سوء التغذية 13% زيادة الأحمال 6% ضغط المباريات 39% عبد الرحمن مع أين رايح؟ أعطيت رايح، أنا أريد أن يكون خيار خامس أنا أضيفه أغلب اللعب السعوديين من الخيار الذي أقول لك أن السهر عدم الانتظام بالنوم في وقتنا النوم الليل مختب على النوم النهار التغذية عادات بره الملعب يسونا اللعبة أنا أرى بعض اللعب الذين يلعب البلوت و الذين يلعب الشطرنج يجلس على الجلسة الأرضية، لماذا؟ هناك طاولات و طرق معينة أنا أرى اللعب دولي الآن يلعب على المنتخب جالس متربع سبوع الماضي والذي قبل يلعب شطرنج واحد يجيس مع أخوانا يلعب بلوت و يلعب بلوت على الأرض في السنابات تصورون ستستغرب طاولة بألف ريام تدافع فيها و تشتري فيها و في نهاية تحمل تفنائي، هذا البيزنس حقك والله هذا البيزنس حقك يحافظ على نفسك صحيح صحيح يعني النادي قاعد يتعب فيك ملايين في الرواتب و المنتخب ينتظر منك في نهاية مثل الأمور يجب اللعب يحافظ على نفسه يعني